السلام عليكم أخواتي كراكم دائرين إن شاء الله تكونوا كامل بخير اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معاكم قم بولة العيد هاد الحلوه بزاف بنين لسيغار بالشوكولة بتزيين جديد نتمنى إن شاء الله يعجبكم وصفة ناجحة للسيغار كل واحدة ما ينجح لهاش السيغار جبت لك وصفة مضمونة بجميع أسرارها ما تتكسر لك حتى حبة بإذن الله روحوا الآن نبدأ مباشرة في المقادر وطريقة التحضير وانتي ما عليك غيرت تدعميني بالجام والبرتاج نبدأ باسم الله على بركة الله هنا نضيت 150 غرام مارغارين تكون طريقة مغرفة على فاني مغرفة على شكري غلاس لدينا رشة على الملح لا تكتر السكر هنا نخدم بالباتير تخدموا كل حاجة وحدها نضيف مغرفة كبيرة على الزيت مغرفة كبيرة تعب خالة ومن بعد هنا لدينا بيضة كاملة لازم بيضة كاملة لا تصفر لا يزين الاحتحاجة نخدمهم مريح بالخلاط الكهربائي نضيف مليح بالباتير كما راكم تشاهدون تحصلوا على كريمة كاملة المكونات هذه كي يمتازجوا مع بعض كما تقولوا تخدموا كما قلت لكم بيضيكم كل حاجة مع بعض تبغوا تضيلوا عجينة بالكاكاو وزيدوا لها مغرفة كبيرة تعكاكاو للعجينة هنا بعد ما خلطت كامل المقادر نجل لمعجينتها بالفارينة تحصل على العجينة ليس كما عجينة السابلي هنا لازم تنشفوها مليح العجينة تحكم تنجح لكم الوصوة وما يتكسروا لكم ليس سيقاق تاوحكم لقد شكون تخلوها كما عجينة السابلي الحبة الأولى ستتكسر معكم وما تتوشيها ستتكسر هنا سألوم العجينة كما قلت لكم تحصلوا العجينة ستتكسروا العجينة كما عجينة السابلي مهم راني نوضح لكم بعد تفهموا أكثر مليح ومليح وكما قلت لكم ما فيهش الخمارة وما تديروا شوي الميزينة وما تديروا الصافار البيض هذا الكامل سيخسروا لكم السيغارة تحكم ولا العجينة تحكم هنا سألوم العجينة التاعي ودوكم نوري لكم القوام تحكم كيف يكون مهم تكون ناشفة على السابلي هنا بعد ما لميت العجينة التاعي شوفوا العجينة تحنا كيفاش رائعي يعني تكون شدة روحة الآن شا ندير نجي بلاستيك والحاجة اللي تساعدكم نرشها بشوية الفارينة ونجي هنا نحلها على شكل مستطيل إلا كانت عندك كوموند وإلا كانت عندك كونتيتي كبيرة ماذا بك تحلل العجينة مربعة كبيرة وتبدأ يدقى الطعيف للسيغارة تاوك أنا هنا يا غيبة نشارك معكم الفيديو غادي نحل العجينة التاعي بشكل مستطيل السمك متوسط هنا نجي بالمول التاعي أنا عندي هاد النوعة للسيغار كاين نوع واحدة أخر يجو شوية عراض ويجو طوال كل واحدة تدير الشي اللي عندها مول التاع السيغار اللي عندها هنا شوفوا نقطعه على حسب الطول تاع السيغار يعني العرطة العجينة نرمض هادك السيغار تاعي في الفارينة ونجي هنا بالبلاستيك هادك اللي حالي نعليه نبدأ ندور ندير دورة ونسف من بعد نقطع هادك الزيت شوفوا هنا من بعد نسقموا هنا الحبة هادك تاعنا نعدلوها ما نخلوش فيها الهواء نسقموها قدر المستعطع شوفوا هنا نقلع هادك الزيت حاجبينة بها نخلو من بعد كي طيبنا السيغار تاعنا كيش نتجبدو المول ما تديريش توجيس من بعد كي طيب ما تتجبدو الحبة تاعك نسقمها ونعدلها كما راكم تشوفوا ودائما كما قلت لكم السمك تاع العجينة ما يكون رقيق ما يكون نخشين يكون متوسط بها الطريقة هنا إذا كانوا عندكم لي مول كبار سيخرجوا لكم 20 حبة بالنسبة للمول كي من هاكا اللي يكونوا صغير خرجوا لي 27 حبة هنا شوفوا السيغار تاعنا كيف اشراه نحطها في البلاق ونحطها على هادك الفتحة اللي بلعنا عليها السيغار تاعنا بهم من بعد كي طيب ما ينتحلن في الكوشة هنا نعود معاكم حبة شوفوا هنا هنا لازم العجينة نعود نأكد لكم لازم العجينة تكون شدة روحة ما تكون شطرية بزيف هنا انتم ما تسجموا السيغار تاعكم طريقة سهلة وما يش حاجة صعبة مهم هي نجاح السيغار هو نجاح العجينة هذا مكان من بعد كي تكون العجينة ناجحة لا تتغلبي في التشكيل هنا نكمل العجينة تاعي حتى نكمل كامل الكمية لا نعود أن نتلاقعه هنا نكملت سيغار تاعي كما رأيكم ندخلهم للكوشة ندخلهم يتبعوا على نار من قليلة الى متوسطة يعني هتتي يدوننا هذا اللون الداهابي الفاتح الشباب نخرجهم ندخلهم يتفاوشوا وننجوا ندخلهم لهم معا هنا الحشو سوف ندخلها حشو التعبات القاناج التي شاركتها معاكم من قبل في الفيديو سوف ندخل لكم الرابط في صندوق الوصف هنا اول حاجة سوف ندخل المقادير وفي الفيديو سوف ندخل المقادير صغيرة هنا لدينا مرغارين يعني المقادير ان يضربتهم في ثلاثة من بعد لدينا شوكولاتة كما قلت لكم لازم تضيف شوكولاتة نواغة لازم تكون شوكولاتة شابة يجيكم هذا القاناج وهذا الحشو يجيكم بلين لدينا شوكولاتة 180 لدينا شوكولاتة تكون سوداء لا يجيكم بشوكولاتة جميلة ندخل 180 ونضعهم على حمام مائي ونضعهم يضربوا حتى يضربنا هذه الشوكولاتة ويضربنا المرغارين هنا زيتنا شوية من بعد ما دابونا نعود نعود الريسيبيون ونوزن 225 قرام شوكولاتة تحتيني ما دابيكم تكون بنينا قد ما تكون بنينا قد ما يجيكم هذه القاناجة تحتكم بزافة بنينا يعني نعطيها لكم نصيحة كل شي ديري حاجة شباب هي يجيك لقاطل تحتك شباب هنا شوكولاتة تحتيني تتطر شوية الحمام مائي ولا تخدموا بها ديريكت هنا شوفو راني نزيد في الشوكولاتة تحتيني حتى نوصل 225 قرام وبالنسبة للمقادر هذه القاناج يعمر لكم كامل الكمية اللي اضطيتها لكم التالي سيقال هنا بعد اللي زيت الشيكولة تحتيني نخلط طمليح كامل المقادر كما راكم تشوفو حتى ينساجم كل شي مع بعض هنا اياه كان عندي شوية قرقع اضطحنتوا سوف نزيده تبغوا ما تديروا لقرق على مكسرة لولو تديروا برق هذا القاناج وتعمروا به ويجيكم من ارواح ما يكون بس انا كان باقي لي قلت على ما نخليش يعني نزيده في هذا القاناج نخلط طمليح من بعد نغطيه بلاستيك ونضيره في الفريجيدر ونخليه حتى يبرد ويشد روحه هنا السيجارة كما راكم تشوفو بعد ما طاب شوفو كيفاش طابلنا نجي هنا ينضي موليه كما قلت لكم خلوا لاباتتتفى شوية ونقلعوه بكل سهولة يد تشد الحبة ويد راه يتخرج في هذاك المول تا السيجارة طريقة سهلة برك عطوه الطوع وسيسو هذا مكان انا هنا غدي نخليه يزيد شوية يدفل خجرة عندي حامي غيبها نصور معاكم ونباد نضي موليه غاناج الغاناج تعمل بعد ما كنا دلنا في الفريجيدر نشوفو هنا نصيبه نخلطه شوية بالمغرف غير خلطه خفاف وليش تعملوا خلطه خفيفه خلطه خفيفه بالباتر قدمي ولي اللون التعوف فاتح ونعمره في البوش ونعمره به للصيجارة هنا نجيب هادوك للصيجارة ونعمر بهذاك الغاناج ونضع السيجار في الفريجيدير حتى وقت التزيين طريقة سهلة وهذه القناج تجيب الكثير من كمية المكسرات التي كنا نضيفها نعمر كامل السيجار ونرى التزيين مع بعضها هنا نحضر الشوكولات باتا غلاسي دودومي 3 كيلو 500 جرام 300 جرام على اليوم نخدم 500 جرام ونحتاج كمية مريحة في التزيين هنا الباتا غلاسي بنينا بزاف ودوب بالخف وعجبتني فيها بزاف انها زاكية يعني تغلاسي لك شعر من حباتا قاطو ويبقى لك الخير نقطع قطعة صغيرة وندوب على حمام مائي كما قلت لكم دايما دوبوها ونزيد لها زوج مغارف كبارتا ونعودوا نتلاقع هنا الشوكولات بعد ما دوبناها مشاء الله اللمعة اللي راهي فيها و القاومتها روعة نجيب هذوك السيغاغ تاوية وخليتهم بردو ونجي نقلاسيهم هنا يمدى بكم تحطوا السيغاغ تاوية على بابي كويسون وعلى قطعة بلاستيك قطعة بلاستيك هنا بالنسبة للغلاساج ما زدناش الزيت بزاف بالصح في الغلاساج وفي التنزين الثاني نزيد كمية مليحة على زيت يعني نخفف الباتاقلاسي التاعي نكمل ونقلاسي كامل الحبات اللي عندي ونخليهم حتيين نشفوا والشوكولات دو دومي يعني يتنشف بالخاف ما تتضيلكش كامل الوقت هنا نجيب السيغاغ تاوية بعد ما كانوا نشفوا ونعاود نقلاسيهم بهذيك الشوكولات خففناها وزدنا لها الزيت بالصح نقلاسي عيف النص ونكون موجدة بلاستيك ولا بلاستيك غدائي ونحطها على هاتيك الشوكولات قبل ما تنشفوا ونخلي حتيين ينشف عليها يجينك شغول القلاسي مكمش كما نقولوا هنا بعد ما ينشف نجينا نقلح هاتك البلاستيك الغدائي بكل سهولة هنا نجيب صفايا ونبدأ نقلح في هاتك الزيت على الشوكولات بعد تكون الخدمة تاكنقية وشابة بلا ما يتكسروا لك نجول التزيين نقلح السيجار التاوي ونبدأ الكيردان ونضيف شوية الشوكولات يعني مشي حاجة حاجة قليلا ونضيف الورقة الذهبية ونضيفها كما راكم تشوفوا فوق الشوكولات أنا هنا غير بحثت السقلي درت شوية الشوكولات انتم تبغلو لك اذا كانت شدت لكم نضيف هذه الورقة الذهبية كما راكم تشوفوا ونضيف 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 هذا كل المواتف تعيدكم مبارك اللي راهم تندونس هاد العام اللي سقوهم تبغوا تديروا تزين واحد اخر يعني تبغوا ترشوه بالناكخة تبغوا تديروا مكسرات يبقى لكم اختياري هذا هو الشكل تاع القاطو أنا هنا غادي نكمن ورهوكم جاهز ان شاء الله في صحن التقديم الحلوة التعنا راه يواجدها هدا هو الشكل النهائي كما راكم تشوفوا هنا يزينتها بهادوكليموتيف تعيد مبارك تبغوا تزينوها باي حاجة بغيتوها انتوما هنا غادي نقسم معاكم حبة تشوفوا لابات كيف شجينا الطرية الدوب في الفم وهاديك الحشوة الداخل تبقى لكم الطرية ومعلقة والمادقة تاعه يهبل على البنة تاعه نتمنى ان شاء الله الوصفة عنها اليوم تعجبكم للكم دعمونا بالجام والبرتاج السلام عليكم طالوا في رواحكم